إنجيل معلمنا لوق البشير الأصحاح السادس عشر وقال أيضا لتلميزه كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبزر أمواله فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستاطيا قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلون في بيوتهم فدعا كل واحد من مديون سيده وقال للأولي كم عليك لسيدي فقال مئة بثي زيت فقال له خذ سكك واجلس عاجلا واكتب خمسين ثم قال لآخرا وأنت كم عليك فقال مئة كر قمح فقال له خذ سكك واجلس عاجلا فمدح السيد وكيل الظلمي إذ بحكمة فعلا لأن أبناء هذا الدهري أحكموا من أبناء النور في جيلهم وأنا أقول لكم اصنع لكم أصدقاء بمال الظلمي حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظل لبديتي الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير فإن لم تكون أمناء في مال الظلم فمن يأت منكم على الحق وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم لا يقدر خادم أن يخدم سيديني لأنه إما أن يبغض الواحدا ويحب الآخرا أو يلازم الواحدا ويحتقر الآخرا لا تقدرون أن تخدموا الله والمالا وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به فقال لهم أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس ولكن الله يعرف قلوبكم إن المستعليا عند الناس هو ركس قدام الله كان النموس والأنبياء إلى يوحنا ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه إليه ولكن زوال السماء والأرض أيصر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس كل من يطلق امراته ويتزوج بأخرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجلين يزني كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبزا وهو يتنعم كل يوم مترفهان وكان مسكين اسمه لعذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويجتهي أن يجبعا من الفتاة الصاقط من مائدة الغني بل كانت الكلاب تاتي وتلحس قروحه فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيما ومات الغني أيضا ودفنا فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبلى طرفا إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معزب في هذا اللهيبي فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلاي والآن هو يتعزى وأنت تتعزب وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرونا ولا الذين من هناك يكتازون إلينا فقال أسألك إذا يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا ياتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبونا فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى ولا أنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقونا والمكد لله دائما أموات أموات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر